السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة ليوليو طبعا اي تحديث بيظهر في الفيسبوك احنا اول قناة بنتكلم عليه النهاردة اتفعل ميزة الربح على فيديوهات الفيسبوك وبالتحديد فيديوهات الريلز على الاكاونتات الشخصية والاميل الشخصي حط لايك للفيديو ده وانزل اشترك في القناة علشان يصلك كل بديد وتابع معي الشرح للاخر علشان هقولك هتفعل الميزة دي ازاي عندك على الفيديوهات الريلز عندك على الاكاونت الشخصي اول حاجة هنروح على الاكاونت الشخصي علشان نبدأ نعمل اعدادات حساب العوائد طبعا لازم تكون مفاعل الوضع الاحترافي عندك في الاكاونت علشان تقدر تفعل الربح على فيديوهات الريلز ولو مش عارف تفعل الوضع الاحترافي هتلاقي رابط الحلقة في صندوق الوصف بعد ما فعلنا الوضع الاحترافي بالشكل ده كده هنضغط على عرض الادوات وبعد كده هننزل الاسفل وهنختار حاجة اسمها النجوم هيفتح معاك صفحة بالشكل ده كده هتقرأ الشروط اللي قدامك دي هنا طبعا بيقولك ربح الاموال باستخدام النجوم وبعد كده هتضغط على بدء الاستخدام هيفتح معاك صفحة بالشكل ده كده ومكتوب فوق اعداد حساب العوائد هتيجي طبعا عند الاسم الاول القانوني هتكتب اسمك اللي في البطاقة اسمك انت بس وبعد كده بنكتب اسم الاب وبقيت الاسم كاملا زي ما موجود في البطاقة وهنيجي عند تاريخ الميلاد انا طبعا واحد ستة الف تسعمائة امين وتسعين هنضغط على الف تسعمائة وسبعين اللي فوق دي وهنبدأ نختار السنة وبعد كده هنختار الشهر واليوم طبعا احنا اختارنا شهر ستة يبقى هنضغط على يوم واحد يبقى واحد ستة الف تسعمائة تمانية وتسعين وبعد كده هنضغط على البلد وهتختار البلد اللي انت وقيم فيها لازم تكتمل بيانات صح اللي موجودة في البطاقة بتاعتك انا طبعا هنا اختار مصر وبعد كده هنضغط على التالي هيظهر لك صفحة بالشكل ده كده طبعا احنا كنا مختارين البلد مصر هنجي عند نوع النشاط التجاري وهنختار فردي اللي هي اول واحدة وبعد كده هنضغط على التالي هيفتح معانا صفحة بالشكل ده كده هتلاقي اسم الاول القانون اللي كنا كتبينه في الاول واسم العائلة وبعد كده تاريخ الميلاد الاسم القانوني للقب مش هنكتب في اي حاجة هننزل عند العنوان هتكتب العنوان اللي موجود عندك في البطاقة وبعد كده هنكتب العنوان بالتفاصيل نفس اللي موجود في البطاقة وبعد كده هتكتب المدينة اللي انت تابع ليها وبعدين هتختار المحافظة هنروح طبعا على حاجة اسمها الرمز البريدي هنجيبه طبعا هنروح على جوجل كروم وهنكتب الرمز البريدي للمركز اللي انت تابع ليه انا كتبت الرمز البريدي لمركز الهرم الجيزة ظهر معايا بالشكل ده كده هعمل نسخ للرقم وهضيفه هنا في الرمز البريدي وهنا طبعا هنكتب رقم هنا بيقول لك ادخل رقم معرف ضريبي طبعا هنا هنكتب الرقم القومي للبطاقة الشخصية او جواز السفر وبعد كده هنضغط على المربع الصغير ده عشان نفعل في علامة الصح وبعد كده هنضغط على كلمة التالي بالشكل ده كده يبقى احنا كده فعلنا ميزة الربحة على فيديوهات الريلزة عندنا على الاكاونت الشخصي هنضغط على كلمة تم هنا طبعا هيزهر لك الارباح وعدد النجوم وفيما بعد الارباح هتستلمى على بيبال او حسابك البنكي تعالوا بقى نتأكد اننا فعلنا ميزة الربحة على فيديوهات الريلز هنضغط على كلمة ريلز هنختار اي فيديو هتلاقي ظهر لك هنا كلمة منح وفويها نجمة مجرد بالمشاهد بيضغط عليها بالشكل ده كده وطبعا النظر لك 99 نجمة انت بتحدد النجوم دي بشكل اكتر او اقل على حسب واكيد اكيد استفدت من الشرحة النهاردة ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وصابس كرابة للقناة وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد واكتب لنا دعليق كده علشان نستمر في تقديم المحتوى باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة